اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج نفتح الأبواب والنوافذ وجميع قنوات التواصل معكم مستمعين لاستقبال اقتراحاتكم آرائكم ملاحظاتكم كل ما يتعلق من آراء لتطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام وأيضا يعني إذا كانت عندكم أي ملاحظات حول خدمات هيئة الصحة في دبي مراكزنا ومستشفياتنا المراكز الصحية والمراكز التخصصية يعني كل الخدمات اللي نحن نقدمها لكم عندكم أي ملاحظات يمكنكم تواصل معنا على الرقم ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عبر الرسائل النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة هذه أجمل التحيات مني محدثكم محمود يوسف العلي خلف الميكروفون وفي التنسيق معنا أشواق مسعد وفي الإخراج المبدع عيسى سبيل مرحبا عيسى عموما نبدأ برنامجنا بجولة سريعة حول أهم ما تزودتنا في وسائل الإعلام الصحفية سواء وكالات الأنباء المحلية أو العالمية أول أخبارنا صحة دبي تحدد ساعات العمل بمنشآتها الصحية خلال عطلة رأس السنة الهجرية أعلنت هي تصحة دبي عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها خلال عطلة رأس السنة الهجرية والتي ستصادف يوم الأحد الثاني من شهر أكتوبر المقبل وكلفت الهيئة في تعميم لها المدراء التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء لسمونة أنكول وفقا لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها وأعلن قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية عن إغلاق كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية يوم الأحد المقبل باستثناء مركزي البرشة الصحي وند الحمر الصحي الذي سيكون العمل فيه على مدار الساعة وطبعا الأقسام الطوارئ أو إدارات الطوارئ ستكون شغارها على مدار الساعة انطلاق أعمال مؤتمر تنظيم الصحي والسياحة العلاجية في دبي الثلاثاء المقبل تشهد دبي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين أعمال مؤتمر تنظيم الصحي والسياحة العلاجية في دورته الثانية وذلك تزامنا مع انطلاق المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية الثاني ومشاركة أكثر من أربعمائة عالم وخبير وطبيب في المجال الصحي والسياحة العلاجية يمثلون 29 دولة ومائة وكيل ومنسق من مختلف الجهات والهيئات ذات العلاقة بالسياحة العلاجية محليا وعربيا وعالميا ينطلق المؤتمر أعزاء المستمعين الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي برعاية هيئة الصحة بأبوظبي والشارقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وطيران الإمارات وشرطة دبي ودائرة السياحة والتسويق وجمعية الإمارات الطبية والمنظمة العالمية للسلطات التنظيمية الصحية والمنظمة الدولية للسياحة العلاجية وعدد من المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة أيضا يناقش المؤتمر المعايير والسياسات الناظمة للقطاع الصحي بدبي سواء كان ذلك للمهنيين الصحيين أو للمشاءات الصحية والتي تعتبر مرجعا لكثير من الهيئات التنظيمية المحلية والإقليمية والعالمية وآخر المسجدات العالمية في مجال السياحة العلاجية وتطبيق معايير ومفاهيم الجودة لتحسين تجربة المرضى إذن نتمنى التوفيق للمنظمين لهذا المؤتمر العالمي المهم حقيقة وهو يعقد في دورته الثانية وطبعا كلنا يعلم مدى أهمية السياحة العلاجية في إمارة دبي وكيف يمكن لنا من خلال هذه المفاهيم الجديدة نطرح يعني أو نقوم بوضع الكثير من اللمسات لتطوير هذا القطاع اليوم أيضا بتكلم يعني إن شاء الله بيكون لنا حوار مع ضيفة في الستوديو عن موضوع الحبل السري هذا الحبل السري موضوع جميل جدا وأيضا من المواضيع الجاذبة حقيقة للسياحة العلاجية بشكل أو بآخر ولكن ما نتعرف على هذا الموضوع بعد في سير الحلقة إن شاء الله اللقاءنا أو موضوعنا الرئيسي بيكون الحبل السري فأنصحكم بمتابعتنا حتى النهاية خاصة يفكر أنه يتزوج ريب والمتزوج الذي يفكر أنه إن شاء الله يعني الله يرزقه ذرية الصالحة فسواء من الجنسين والرجل والمرأة فأنصحكم منكم تابعون هذه الحلقة اليوم للنهاية عموما خبر يقول الأكل بسرعة حتى الشبع يسبب البدانة توصل الدراسة حديثة إلى أنه كلما أكلت طعامك بسرعة كلما زادت بدانة ومؤكدين أن الأكل بسرعة حتى الشبع يعد أحد الأسباب التي تؤدي لانتشار مشكلة السمنة مشيرين إلى أن الأكل بهذه الطريقة يشوش على الإشارات الصادرة عن الدماغ والتي تشجع على التحكم بتصرفات الإنسان وأوضح الباحثون أن أسلوب الحياة التي يتصف بالخمول والشراهة وتناول وجبات السريعة بكميات كبيرة هو الذي يفاق من حدة هذه المشكلة مؤكدين أنه إذا أكلت طعامك ببطء عندها يرسل الدماغ إشارة تقول كفا وهذا يساعد على التوقف عن الأكل قبل الشعور بالامتلاء وفي سياق متصل أكد الدكتور دافيد هاسلام على الأسمى بعد يعني ما بين يعني مسلم ويغودي في نفس الوقت عموما هذا الدكتور أكد أن هذا النوع من الدراسات مفيد لأنه لا يتطرق إلى الأسباب الجينية للبدانة والتي تجعل الناس يقولون أنهم عاجزون عن فعل أي شيء هي على ذلك في حين أن المسألة تتعلق بتصرفاتهم أنا عندي عادة الصراحة أول واحد أيلس وآخر واحد أنش من على الأكل لكن أكل يعني ما أضرب بالخمسة شواق يعني أكل بهدوء أضرب بالخمسة لكن بهدوء ما أكل بسرعة عندي هذا الطبع من زمان يعني الطبع هذا موجود الحين يقولون أن هذا طبع زين الدراسة تقول لنا زين يعني الواحد ما بيمتن بسرعة لأن بالفعل في شباب عرفهم يأكلون ما شاء الله يعني بسرعة يأكلون لكن بعد فترة زمنية بسيطة يقولون والله يعنى زين يمكن هذا واحد من الأسباب اللي يخليك تأكل وايد يمكن ماذا شو رأيك عيسى ما تدري ما شاء الله أنت عليك يعني جسمك رياضي يعني تقنية جديدة لعلاج الصلع نهائيا يوه هذا الصلع يوه هذا الصلع اللي مسبب أزمة أنا مبعارف العلم يتطور في كل شيء إلا في موضوع الشعر يقول في واشنطن توصل علماء إلى تقنية طبية جديدة لعلاج حالات الصلع وتساقط الشعر وتشققات الجسم وتعتمد التقنية الجديدة على حق الخلايا الجلدية الجديدة والتي أثبتت فعاليتها في تجديد طبقات الجلد والبشرة وإزالة التشوهات التي تصيبها وقد ركزت هذه الدراسة على تأثير استخدام خلايا الجلد معروفة باسم البلاستات اللي فيه في معالج الضحايا الحروق بعد نجاحها في تقليل خطوط وتجاعد الوجه يعني بعد نجاحها في تقليل خطوط وتجاعد الوجه نتائجة واعدة ومدهشة إذ ساعدت هذه الخلايا في تقليل التشوهات التي يعاني منها المرضى وأوضح العلماء أن الخلايا اللي فيه الفايبرو بلاست تتحكم بمستويات بروتينات الكولاجين والإيلاستين الموجودة في الجلد والعظام والأنسجة الأخرى حيث تم سحب عينة من المنطقة المصابة عند عدد من ضحايا الحروق باستخلاص تلك الخلايا منها ومضاعفتها وتكثيرها في المختبر قبل إعادة حقنها مجدداً للمرضى ومشيرين إلا أن هذه الخلايا كانت مدهشة من حيث قيامها بوظائفها في الجسم لأنها تتحكم بالعدد اللازم إنتاجه منها لترميم المناطق المصابة على طاري الشاعر قبل أن أطلع الفاصل يا جماعة الخير وأخبركم أيسا فع السريع ما أخبرهم؟ أطلع فاصل؟ أقول ولا؟ أقول زين على السريع يسا أتذكر في فيلم حق وول سميث أحداث الفيلم كانت في يعني بعد 100 سنة جدام الأرض طبعاً ما أدري اختفت وهذا والناس راحوا وعاشوا في كوكب آخر فهذا وول سميث رد الأرض يعني في مهمة معينة المهم بغض النظر عن الأحداث صاروا ما صاروا كذا آخر الفيلم يوم من الكوكب الثاني بالسفينة الفضائية هذه على أساس أن يشلونه وخلاص منتهي يعني أنه مصاب وكذا المهم أنقذ الأرض يعني وأنقذ البشرية فيا أحد من المسعفين ويشله مسكين ما في شعر أصلاً قد سبحان الله بعد 100 سنة وصاروا الفضاء وردوا ما حصلوا علاج حق الشعر تخيل عموماً فاصل وما رجع لكم استمعينا بعد الفاصل إن شاء الله ما تواصل في العديد من المواضيع اللي حاب يشارك معانا على 4006 وعلى أرقام الهاتف 600551414 فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم بكل خير مستمعينا كرام حياكم الله معانا في الجزء الثاني مبرنامجكم صحة وسعادة في هذا الجزء يعني ننتقل حقيقة إلى بعض التقارير الخارجية والتغطيات التي لبعض المواضيع التي تجري حالياً في هيئة الصحة بدبي في هذه الفقرة سوف ننتقل أو في هذا الوقت الحين ما ننتقل إلى مستشفى لطيفة حيث يتم الآن افتتاح قسم خمسة وهو قسم غرفة عمليات للمناظير طبعاً ما عرف شو التفاصيل هناك شو اللي صاير هناك ما أدري لكن زميلنا فيصل بن فارس يتواجد في مستشفى لطيفة وبينقل لنا يعني كل التفاصيل وكل الأمور اللي تحدث هناك فيصل صبحك الله بالخير مرحبا أخي محمود شايف حالك الله سلم خبرنا فيصل شو عندكم والله أنا حالياً متواجد في مستشفى لطيفة اليوم معالي حميد القطامي رئيس منجلس الإدارة والمدير العام لهاية الصحة بدبي بيفتتح غرفة عمليات متطورة جداً جداً للمناظير كانت المنطقة محتاجت إنها ودبي بشكل خاص محتاجت إنه الجميل في الموضوع يا محمود إنه زمن الاستشفاء أو مكوت المريض في المستشفى بيقل بشكل كبير وأيضاً دقة العمليات وبعض العمليات الخطيرة اللي كنا يعني يعني النسب مثل النزيف والمضاعفات بعد العمليات أيضاً بتنخفض بشكل كبير الحمد لله يعني المكان يعني جميل ورائع والأخوان ممقصرين وهناك فيه تدريب للكوادر الفنية أيضاً من فترة أنا مو عندي العدد يعني التغيق بالطور بس تقريباً منذ يعني تم يعني فتح غرفة العمليات المتطورة تقريباً يعملون من أربع إلى خمس عمليات في اليوم والأجمل من هذا يا محمود أن هناك أيضاً مختبر بجانب غرفة العمليات هذا المختبر لتدريب الكوادر الفنية على استخدام هذه الأجهزة المتطورة أيضاً مستشفى لطيفة عشاناً يعزون هذا يعزون هالخدمات جابوا دكتور أو بروفسور متخصص من فرنسا متخصص في هذه النوعية من العمليات الدقيقة باستخدام المناظر الحمد لله نحن الخدماتنا الصحية يعني خدماتنا بشكل مميز الحمد لله وفي تطوير مستمر والدليل على هذا أيضاً تواجد اليوم معالي حميد الكطامي المدير العام للهيئة لكي يعني يشوف مدى التغيير والأشياء الإيجابية اللي يستوي في مستشفياتنا ومستشفة لطيفة يعني يعني هو بداية الحياة فيه بالنسبة لنا نحن فالحمد لله رب العالمين ونسمن إن شاء الله مزيد من التقدم والازدهار لخدماتنا الصحية والإمارة دبي بشكل عام فيصل أنا اللي أبغي أستاذ لا أدري إذا أنت تملك هذه الإجابات أو إذا الجماعة حواليك ممكن نصطيف حد منهم يعني أبغي أتحدث عن الطاقة الاستيعابية اللي الموجودة في هذا القسم واللي أضيفت يعني إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفى ككل ما أدري إذا قدرت تتحصل لنا حد والله أنا قبل قبل أول ما وصلنا حصلت كلمة من دكتورة مونة تهلك مديرة المستشفى مدية تنفيذ المستشفى الطيفة كل يميز الموضوع هذا أن الغرفة العادي بتاخد تقريبا خمس عمليات بالإضافة للعمليات السابقة يعني مثلا أنا ما عندي العدد كم عمليات في اليوم هم يعملون لو قلنا مثلا هم يعملون عشر عمليات الغرفة الجديدة بتاخد خمس عمليات فهناك في يعني زيادة كبيرة في عدد العمليات اللي ممكن يسونها كإضافة للعمليات السابقة يعني هي وأيضا في هذا أن تعرف أنت بعض الحالات ممكن تدخل المستشفى وتنتظر الدور لين ما يجيها وقت العملية بالغرفة العمليات الجديدة أيضا بتقل ساعات الانتظار للعمليات والأجمل من هذا كله يا محمود أن تعرف مدة الاستشفى بتقل تقريبا أنا شفت حين بعض الأرقام بشكل سريع تقريبا عشرين إلى ثلاثين بالمئة بس أنا ممت يعني أنا ما أقدر أقول أني أنا ممتخصص صحيح فأعتقد أنه في حاجة ممكن نشوف الحجم نحن نحن هي على الأقل خلال القادمة من الأيام ممكن نصدف حد يحدثنا عن مستشفى لطيفة كخدمات بشكل عام وأيضا عن الافتتاح الجديد لهذا القسم عموما يعني جراحات المناظير هي بشكل أو بآخر تخفف من آلام المريض وسرعة الاستشفاء يعني بالنسبة للمريض فيصل بن فارس بس أنا في إضافة أيضا تفضل تعرف نحن في دبي عندنا موضوع الانتاجي جدا مهم يقول كانوا المرضى يعني ياخذ إيجازة مرضية مثلا أسبوعين أو ثلاثة سابيع بالغرفة العمليات وبالتقنيات الحديثة اللي موجودة بتقلل أيام الإيجازات المرضية يعني المريض بعد ما يطلع من العملية فترة الاستشفاء بتكون قليلة معناته أني بيرجع للعمل والإنتاج وبهذا الشكل الناس بيزعلون منك على الكلام هذا لا أشوف نحن كلنا نحب العمل نحن في إمارة تحب العمل والدليل على هذا الإنجازات اللي موجودة جميل أنا تعجبني الطاقة الإيجابية هذه تعجبني وأنا الجميل في هذا أنه يعني إيجازة بعد أيضا إيجازة العيد أو العام الهجر الجديد إن شاء الله وكل سنة منطيبين إن شاء الله زاك الله خير يا فيصل بن فارس كان معنا من مستشفى لطيفة وكان يحدثنا أن تغطيته لفتتاح قسم خمسة ورفة عمليات جديدة للمناظر في مستشفى لطيفة شكرا لك شكرا جزيلا إذن مستمعين نحن يعني ما نحاول إن شاء الله في القادم من الأيام أن نستضيف دكتورة مونة تهلك معنا في الستوديو ونتحدث عن كافة التفاصيل الخاصة عن مستشفى لطيفة لكن أيضا سنبقى في حرم مستشفى لطيفة ما نروح بعيد ما نتكلم على موضوع وايد مهم موضوع جميل بعد هذا الفاصل بتكون معنا في الستوديو الأستاذ فاطمة الهاشمي رئيس شعبة الإدارة والباحث الكلينيكي بمركز دبي لدم الحبل السري شوه هذا المركز شو تفاصيل هذا المركز شو اللي قدم هذا المركز من خدمات شو اللي ممكن يوفره هذا المركز للمستمعين يعني وللعملاء بتعرفون عليه بعد الفاصل لكن خلوني أقرأ هذا المسج اللي وصلنا مراكز فحص اللياقة الطبية تفتقر لأجهزة الدفع الاعتماني ونحن حكومة ذكية طيب أنا أتمنى من اللي أرسل هذه الرسالة أول شي يخبرني أي مركز من المراكز زين وشو الأجهزة الخاصة بالدفع الاعتماني اللي يبغي هاي الاتم يعني مالة البنوكة نتصور أن هذه موجودة في كل مكان وأعتقد أنه يمكن مراكزنا موجودة فيها بس أنا أبغي أعرف يعني شو اللي يقصده بالضبط أبغي تفاصيل أكثر وشو علاقة وجود الاتم بالحكومة الذكية فيلي تتوضح لي عشان أعرف أنا بس أو حاول تتواصلون معه إذا في إمكانية يطلع معنا هل هو بعزين خير وبركة عموما بعد الفاصل مثل ما وعدناكم أن نتكلم عن المركز دبي للحبل السري واللي حاب يتداخل معنا على الأرقام التالية 6-0-0 5-5 1-4-1-4 صحتي أشواخ صح متأكد نزيد 6-0-5 5-1-4-1-4 وعن طريق الرسالة النصية على الرقم 4-0-0-6 فاصل إن شاء الله وما نرجع لكم صحة وسعادة أهلا بكم مستمعيني الكرام حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي نتمنى إن شاء الله أن يعني تكلل من خلال هذه البرنامج الرسالة الرئيسية اللي نسعى لها من خلال هذا البرنامج وهو يعني تحقيق التوعية والوقاية وأيضا تعريف الجمهور بمختلف الخدمات الصحية التي تقدمها هيئة الصحة بدبي وعلى طاري الرسائل في واحد كاتب أتمنى أن تردون على رسالتي عدد أنا أتمنى أعرف شو رسالتك لأن عيسى قال أنت مش مخول أنك تطالع الرسائل هذه قلت إن شاء الله مش مخول مش مخول ف أبحث لي الرسالة عشان عشان أنا أنا مش مخول رد أبعث لي مرة ثانية خلنا نشوف شو هي الرسالة أساس أقدر أقراها لأنه ما أقدر أرجع حق الهيستري ما للرسائل عموما مثل ما وعدناكم قبل الفاصل مستمعين الكرام قلنا بنتكلم عن مركز دبي للحبل السري ومعنا في الأستوديو أستاذة فاطمة الهاشمي رئيس شعبة الإدارة والباحث الكلينيكي بمركز دبي لدم للحبل السري حياتش الله معانا اختفاء أول شي أنا يعني شدني قبل أدخل في تفاصيل المركز شدني يعني موضوع الباحث الكلينيكي هذا المسمى جميل يعني شوية ممتعودين عليك خبرين شو يعني الباحث الكلينيكي هو الترجمة للكلينيكال سيانتست وطبعا اللي يكون دارس في مجال اللابات ومجال المختبرات اللي يسمونه باحث الكلينيكي في هيئة الصحة جميل ممتاز وانت درستي في مجال المختبرات كم تقريبا خذتي وقت دراسة التخصص كان أربع سنوات والماستر سنتين ما شاء الله كم سنة انتهينا في الهيئة أختي تقريبا ست سنوات ست سنوات ديتش الفترة كان لنا وايدين باحثين كلينيكيين في الهيئة هي ما شاء الله عندنا وايدين باختلاف التخصصات ممتاز الآن أبغي أدخل في تفاصيل بنك أو ما أقول بنك مركز دبي للحبل السري هتو عندكم يعني مثل مثل نظام مصارف هذا اللي أنا عارف يعني ما شاء الله عليكم بنك تحتفظون بأشياء معينة غير عن الفلوس أغلى من الفلوس أغلى من الفلوس يا السلام عليك خلينا بس ناخد جولة عامة أو نعطي تعريف مفهوم عام للمستمع عن موضوع الحبل دم الحبل السري أولا تم تأسيس مركز دبي دم الحبل السري والأبحاث في تاريخ 6-6-2006 يعني ما شاء الله مر علينا عشر سنوات الله رقم مميز ما شاء الله شيخ محمد الله يطول لبعمره دائما يختار الأرقام المميزة طبعا كانت مكرمة سخية من الشيخ محمد اللي بناء هذا المركز وطبعا هو المركز الأول الحكومي والوحيد في منطقة دبي طبعا نحن عدنا نوعين من التخزين عدنا التخزين العام ممكن الأم تتبرع بدم الحبل السري وممكن الأم تخزن من الحبل السري للاستفادة في العائلة بالنسبة لما هو دم الحبل السري طبعا دم الحبل السري له هو الدم المستخلص من المشيمة طبعا كان قبل يعتبر من النفايات يعني كان ينرمي ولا ما لها أي أهمية طبعا طبعا من على 25 سنة قبل 25 اكتشفوا أن المشيمة تحتوي على خلايا جذعية ممكن تعالج أكثر من 80 مرض ويها نفس الخلايا اللي هي موجودة في النخاء العظم موجودة في المشيمة طبعا تم علاج أول حالة في سنة 1987 وطبعا كانت حالة جدا ناجحة في فرنسا وطبعا بعدها تم إنشاء المراكز الحبل السري في أنحاء العالم جميل أنت في اللقاء ذكرتي أن في الأم ممكن تتبرع وممكن تخزن شو الفرق التبرع بدم الحبل السري أن الأم أوش هو مجاني ما لأي رسوم أنه ممكن تهدي هذه العينة اللي هو دم الحبل السري لطفلها بعد الولادة لمساعدة الآخرين يعني أنها تخزن دم الحبل السري المركز ياخذ هذا الدم ويفصل الخلايا الجذعية منها ويخزنها في المركز أن يوم الأيام إذا في مريض في أي مكان في العالم متطابق نسيجيا ممكن أنه يستخدم هذه العينة فيكون مش فقط مش للأم وعائلة الأم للآخرين للناس المحتاجين للزراع يعني يستوي الواحد ممكن أن الخلايا هذه تتطابق مع شخص آخر في العالم طبعا هو دائما التطابق النسيجي في العائلة أكثر لكن فيه بالصدف أنه يكون فيه تطابق نسيجيا مع أشخاص غير من الأهل بس لازم نسوي طبعا فحص التطابق النسيجي عشان نشوف إذا فيه تطابق عشان شيء تبرع شيء جدا مهم يعني وطبعا شيء ما كان عندها حالات مرضية في العائلة أنها تبرع بدلا من الحبل السري لعلاج الآخرين بدلا ما أنها العينة الرمي لأن في النهاية إذا هي ما خزنت لنفسها وما تبرعت فيه يتم هذا الذي نحن مثل ما قلنا في البداية أغنى من الفلوس أنا سميه الماء الذهبي يعني ممكن أنه يعالج كثير من الأمراض يعني أنا تسأل مادري هل هذا يسمح للقانون ولا لا أن مدام أنها ما تبغي تخزن ليش ما تأخذون أنتو العينة يعني تتفقون مع المستشفى وكذا أن هذه العينة لا ترمونها عطونا إياها طبعا ما يستوي هذا الشيء لأن أولا المشيمة هي جزء من الأم وبدون موافقة الأم ممكن ترهي بترميها في الزبالة هي حتى لو أنها بترمي لكن لو نحن نستخدمها لأي أغراب مثلا لمساعدة الآخرين لازم الأم تكون في دراية في هذا الموضوع لازم يتم توقيع أن هي تسمح لنا نستخدم جزء منها طبعا لشخص آخر هذا السؤال على أساس أنه ممكن يتوارد على ذهن المساعد العادي أنه ممكن لماذا يزين تعقونه في الزبال وإن سألوا هذا السؤال من الأمهات كنا نعطي تفقيب في مستشفى الطيفة وإن قالوا لنا لماذا لا تأخذونا ولماذا ترمونا بالعكس خذونا لنحن لا لدينا مانع لكن بدون موافقة خطية على التعاهد أن أنا بالعكس لا لدي مانع خذوها عين وممكن تستفيدون منها الآخرين يكون بهذا طريق لا لا نستطيع نأخذ العين لكي تطلب الأم أن تسجل لهذا الشيء طبعا فترة زمنية وهذه ضمن أخلاقيات المهنة وضمن قواعد وقوانين يجب أن يتم مراعاة بشكل كبير في هذا المجال أنت ذكرت النوايدين يسئلون هذا السؤال وفي تثقيف للأمهات تخبرين عن نقطة التثقيف وماذا يفعلون بالضبط طبعا نحن موجودين في حرم مستشفى لطيفة بجانب 300 الموجود في مستشفى لطيفة طبعا نحن لازم مستشفى لطيفة كوي بيكون مستشفى راشد عند الحوادث لا وين الولادة طبعا موقعنا استراتيجي يعني دايما نحن رايحين عند الأمهات طبعا في العيادات الخارجية نكلم الأمهات عن أهمية الحبل السري وطبعا شو الأشياء اللي ممكن الأم تستفيد منها إذا خزنت الدم الحبل السري وشو الأمراض اللي ممكن تعالجها وطبعا على كم سنة يتم العلاج طبعا كم سنة يتم التخزين على تقريبا 30 سنة وطبعا نجاوب على الأسئلة اللي هي والأشياء اللي باقي طبعا مثلا في اللي يقولوا هل هو حرام حلال في الموضوع هذا الطفل إذا أنا تبرعت بدم ممكن يكون أخ لولدي أو مثلا يعني هل ممكن يكون أخ لا لا طبعا لا طبعا ممكن هو مش مثل الموضوع الرضاعة صحيح مش مثل موضوع الرضاعة هاي بالعكس التبرع بدم الحبل سري مثل التبرع بالدم مثلا ما إن أي واحد يصير يتبرع بالدم نفس الشيء ممكن يتبرع بدم الحبل السري فالكونسبت نفس الشيء جميل مستمعين نحن متواصلين في الحوار هذا مع الأستاذة فاطمة الهاشمي رئيس شعبة الإدارة والباحث الكنيوميكي بمركز دبي لدم الحبل السري مركز دبي لدم الحبل السري وأيضا من استقبل اتصاراتكم أو مداخلاتكم على الأرقام 600 55 14 14 أو عن طريق الرسالة نصية على 400 006 أي حد عنده أي استفسار حول موضوع الحبل السري المجال مفتوح جدامكم الآن يعني نتحدث اختفار ما عن يعني ذكرنا أهداف المركز بشكل عام والإضافات اللي يقدمها في إمارة دبي ما دي تموين ضيفين شي في هذا المجال ولا لا لا خلص يعني رضينا بس الآن يفي بالي موضوع قبول العينات يعني في عينات تم تقبلونها أي يعني حتى يقولون أن في تم رفض عينات يعني كثيرة في المركز أو كذا شو الأسباب اللي أو شو هي المواصفات اللي الواحد لازم يقبل فيها العينة أو يرفضها شو هي المعايير طبعا نحن ما توصل عندنا العين المركز نحن نفحصها يعني بشكل دقيق جدا ولما نرفض العينة معنات أن العينة لا ينطبق عليها المعايير العالمية يعني غير صالحة للتخزين وإذا يتم تخزين عينة مثل شي يعني ما تتماشى مع التعايير المعايير العالمية يعني ما بتنفع الأم للزراعة في المستقبل يعني ما بتنفعها للزراعة على كم تخزنون أنتو العينة 9000 درهم 9000 درهم نعم نعم ندفع في نفس الوقت 30 سنة 30 سنة 9000 درهم طيب في نفس الوقت زين إذا العينة هذه غير صالحة للتخزين إذا غير صالحة للتخزين الأم تسترجع مبلغ 8000 درهم وفقط مبلغ 1000 درهم هو طبعا المبلغ كيس التجميع رسوم التسجيل وكيس التجميع الدم جميل طيب طبعا أخ محمود بالنسبة للمعايير العالمية نحن نتكلم عن مثلا أن تكون العينة نظيفة ما فيها أي ملوثة بالفيروسات البكتيريا وتكون طبعا عليها بار كود واسم الأم واسم الهيلت كارد نمبر ما لهم واضح على العينة وأن تكون أصلا فيها خلايا جذعية كافية إنها ممكن يوم الأيام تستخدمها للزراعة وتكون بعد فيها خلايا جذعية حية يعني مش ميتة إذا كل هالأمور تماشى تماما وكل هالمواصفات كانت موجودة في العينة تم يعني فصل الخلايا الجذعية ونجاح العينة وتخزينها لمدة 30 سنة في مركز دبيدة من الحبل السرن والأبحاث طيب 9000 درهم ومبلغ كبير يندفع مرة واحدة فاطمة والله نحن لو تقارننا نحن مع المراكز الموجودة في الإمارات نحن نعتبر يعني يمكن الأرخص الأرخص يعني بجانب تقديم مثل هالخدمات وغير نحن نخزن في الدولة ونخزن في دول خارج الدولة هذا يعني ميزة نتميز فيها غير أننا نحن ما نقبل أي عينة إلا بإجراءات طبعا قلت لك أن تكون عينة صالحة وتسعى تلاب درهم أنا دايما أقول حق الأمهات يوم أكلمهم في لايك كل مننا عرفت أن تحامل خليلت ألف على أيام خمسمية شوي 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 هتوصلين التاسع وتحسين المبلغ يعني كل شهر تخزن ألف درهم لين ما توصل التاسع تسعى تلاب درهم عند الله والله فكرة حلوة فكرة بعد التعليم الواحدة شوي شوي يبدأ يم بس أننا نحن حين في طبعا مع الناس اللي في الموضوع هذا نحن نكلمهم عن تقسيط المبلغ وإن شاء الله يعني عما قريب حتى أن نبقى نحن نضيفة لمش فقط تقسيط المبلغ أنه يغطي الإنشورانس نحن نتمنى يوم الأيام للإنشورانس يغطي يعني أن لقى الحق المواطنين حق المواطنين وكلهم أن يغطيهم يغطي هذا التسع تلاب درهم هذا الشيء نحن نقع نسعاله الآن إن شاء الله إن شاء الله بالعكس هذه توجهات جميلة إذا تم الموضوع بهذا الشكل أنت في الأساس الواحد نحن في هذه الصحة نبحث عن راحة المواطن وصحة المواطن يعني بشكل أو بآخر فوجود مثل هذه الخدمات للمواطنين أن تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي أعتقد هي ضرورة يعني مفروض أن تدخل ضمن هذه هذه المنظومة لأن شوفي ترى بعد أول مرة أشوف يعني أشواق وايد من تبهى وايد لوضوع الحلقة دكتورة واطمة زي وعموما يعني أنا أعتقد من وجهة نظري يجب أن يغطي هذا الموضوع التأمين الصحي لأن مثل ما ذكرت أن فيه يعني استثمار للمستقبل للحفاظ على صحة أبنائنا بشكل أو بآخر خاصة اللي عندهم حالات في العائلة يعني أنا ما اللي عنده حالات اللي ما عنده يعني ضرور التخطية سؤال دكتورة يعني الحين هل على الأم أنك مع كل ولادة تحتفظ بالمشي أو هي مرة وحدة نحن من ناحيتنا نشجع دائما أن طبعا نتمنى الأم بعد كل ولادة تتبرع ليش؟ لأن تبرع أولا مجاني ما في أي رسوم ثاني شي هي ممكن تفيد يعني ممكن يعني مجرد الإنسان يعرف أنه ممكن أن يكون ساهم في إنقاذ حياة حد كان بين حياة والموت هذا شغلة يعني نحن نفتخر فيها ونتمنى يعني دائما أن يعتبر من عمل الخير فإن الأم دائما إذا كان عندها حالات في العائلة أو مثلا نحن نعرف أنه في المستقبل بيستخدم الخلايا الجذعية لعلاج أمراضه السكري ونعرف أنه حتى مرض التواحد في المستقبل بيتم علاجه عن الطريقة لأن كلها في دراسات عن الموضوع فإذا في حالات مثل مرضية في العائلة نحن نشجع له من تخزن ولو أول حمل مثلا أو أي حمل يتبغي تخزن مرة وحدة وتتبرع بالباقيين يعني أنه تخزن مرة ثانية بس مو شرط يكون فيه تطابق بين العين الأولى يعني ممكن إذا الأخ الأول كان متطابق مو شرط الأخ الثاني يكون متطابق فالتطابق فقط نقدر نعرفه نحن بعد ولادة الطفل وبعد ما نسوي له فحص التطابق النسيجي اللي هو الـ HLA تايبينج ممتاز ممتاز طيب على من تقع مسؤولية إذا كانت العينة غير جيدة طبعا أنا مسؤولية يعني طالع من مسؤولية الأم والمسؤوليتكم أنتم كتخزين وكجراءات يعني طبعا العينة لم تكن جيدة فيه وايد أسباب يعني فيه أسباب تقنية وفيه أسباب مش بإيدنا يعني لا بإيد الأم ولا بإيد المركز يعني خلينا نتكلم على الأسباب التقنية إذا كانت طبعا العينة انسحبت بشكل غير جيد وكي طبعا يكون بهذه الطريقة نحن كمسؤوليتنا لازم ندرب بالطاقم كامل على طريقة السحب نحن أريد شغالين في الموضوع ندرب كل الطاقم الطبي على الطريقة السليمة لسحب عندنا ورشات عمل نسويها طبقا في المستشفى نجتمع معاهم ونعلمهم الطريقة السليمة في سحب الدم الحبل السري بالنسبة للأشياء اللي مش طبعا بإيدنا إذا تنفطت العينة اللي هي إذا كانت الأم مثلا ربت في الشهر السابع طبعا كمية الدم بتكون جدا قليلة الطفل صغير جدا قليل أو إذا كان الحبل السري جدا ضعيف فإنه ويت صعب أن الواحد يسحب الدم يعني ما بيكون جريان الدم في هذا بشكل سريع فممكن يكون بعد في كمية قليلة جدا أنت عندك خمسة إلى ثمان دقائق تسحب الدم طبعا بعد خروج الطفل عندك خمس دقائق تقريبا ثمان دقائق نسحب هذا الدم الحبل السري فلازم تقني تكون بشكل سريع فإذا كان الحبل السري ضيق أو ضعيف أو شيء من هذا القبيل سيعلان الدم لهذا الشي يكون شوية بطيء يعني فيكون كمية الدم قليلة ففي أسباب تقنية وفي أسباب مش طبعا بيدنين بيدرب العالمين نعم الآن عندي سؤال ثاني ممكن يعني اختفاط ما إذا ما متكلم عن الحامل عشان تضمن أن يكون يعني دم الحبل السري يكون مناسب ويعني نوصل إلى إلى العينة الجيدة أو العينة المقبولة في أشياء ممكن نسويها وهي حامل طبعا تقوي هذه المسألة أو تخلي هذا أو لا بس خلاص من عند رب العالمين لا سبحان الله هاي من عند رب العالمين لأن نحنا ما نعرف الحامل إذا بتكمل حملها لتسعشفور طبعا تفرق العينة تكون يعني أكل معين لازم تأكله تصرفها رياضة أنا ما نريد أن أقول أن يعني أكل أو رياضة لدخل الموضوع ما أعتقد أنه لا أي دخل في الموضوع الفكرة هي كيف سحب هذا الدم هاي أهم شيء ومتى الأم تتسجل متى يتسجل على آخر لحظة عدنا لأن إذا هي سجلت من وقت نحنا نسوي التاريخ الطبي للأم نعرف إذا هي صالحة إنها تكون تروح للتخزين وإلا لا وطبعا أو إذا ما كانت تقدر تخزين على الأقل أنصحها تتبرع وطبعا نتأكد أن الدكتورة أو النيرس اللي بتسحب لها تكون متدربة تماما أنها عندها فرصة الدكتورة أو النيرس أن تشوف الكيس التجميع اللي نحنا بنعطيها إياه وتشوف طريقة السحب فيعني هاي هي الأسباب الأساسية لنجاح العين باقي طبعا باقي الأسباب تكون علينا نحنا كيف نفصل العين وطبعا كيف طبعا عندنا أجهزة تقنية على آخر الأجهزة المتطورة محدثها الموجودين موجود في المركز عندنا اللي يفصل الخلايا الجذعية في أقل من أربعين دقيقة بعدين بعد طبعا في مكان ضيف ومعاقم بعد ما نفصل هاي الخلايا الجذعية طبعا نخزنها في الحافظات النتروجينية لمدة ثلاثين سنة في حالة الأم الحاجة لهذه العين نحنا نبعث هذه العينة لخارج الدولة على تكاليف الهيئة في أي مكان في العالم الأم تبقى تروح للزراعة شيء هذا البنك ما يكون تحت الأرض شيء يعني وحركات نفس الأفلام لا 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 كنا فوق الأرض بس عدنا مكان خاص يعني نخزن في الحاضنات النتروجينية موجودة عسبت شيء أنا الأم دابنا شجعها تين مركز السجل تبنفسها تشوف المكان تتضمن أكثر نعطيها يعني تور بسيط طيب هني خلينا نعرف أرقام التواصل معاكم وكيف الواحد ممكن يوصل لكم وممكن أنه يتعرف على هذه الخدمات على أرض الواقع أذن الأرقام التواصل عندنا 04219 4010 أو 04219 4011 أو 04219 4012 طبعا نحن دوامنا من 7.5 لـ 2.5 فإذا في أي استفصال أي شيء نحن طبعا في الخدمة جميل إذن بعيد الأرقام 219 04219 4010 219 4011 219 4012 10 11 12 نزيل والله أرقامهم بعد خطيرة بعد عموما يعني هذه أرقام التواصل مع المركز اللي حاب أنه يتعرف على الخدمات الموجودة في المركز ممكن أنه حتى يتوجه إلى حرم مستشفى لطيفة أنتم موجودين في حرم مستشفى لطيفة نعم حرم مستشفى لطيفة صوب المسيد عند مركز الثلاثيمية بالضبط عند مجابل مركز دبي للتبرع بالدم عموما فاطمة يعني آخر دقيقة بس على الجديد والخطط المستقبلية عندكم كلمة خيرة تبقى توجهينها طبعاً نحن حين الخطط المستقبلية واللي إن شاء الله بنبدأها على 2017 طبعاً نسوي حملات توعية مكثفة في المولات وإن شاء الله في مستشفيات والمراكز الصحية كلها أن نفقف الأم طبعاً نحن شفنا تفقيف الأم مش كافي نفقه تفقيف الأب فقط بعد في هذا المجال لأنه ممكن الأم تكون خلاص يعني قررت أن تتبرع لكن الأب ما عنده دراية في الموضوع فيقولها لا لا تتبرعين أو أنا ما عرف شو هذا الموضوع شو ممكن يأثر على ولدي فتفقيف الأم والأب ضروري طبعاً تفقيف بعد المجتمع عن أهمية الحبل السر وشو بيأثر على ولدي حينه ترى هو ما عنده معلومات مسكين شو يعني شو هذا بيفع ولدي المفروض يعرف طبعاً هاي فإنه يعني بس إنسان الشخص ما يكون ما عنده دراية وخلفية بالموضوع دائماً ما يخطي الخطوة فنحن نحب نوضح الموضوع بشكل يعني كافي إن الأم تقدر تاخذ قرار في هذا الشي إنه تخزن أو تتبرع ولا نتصور هذا الكلام يمكن قبل في الزمان يعني الناس ما كانوا يعرفون بس المفروض إن الكل الحين أنتم إن شاء الله شغالي من زمان في هذا الموضوع إن شاء الله نحن نتمنى الكل يعرفه ويعرفه بطريقة صح وإنه يعرف فوايدة شو وشو ممكن يسوي هذا الدم وكيف ممكن يستفيد منه الشخص في المستقبل جميل ونحن طبعا أي وقت في التواصل من سبعة ونوص ونتين ونص مركز دبيدة من الحبل السري طبعا نستقبل المكالمات والأسئلة اللي إن شاء الله توصل اللي توصل للسفسارات كلها على الأرقام اللي ذكرناها آخر كلمة للأم أخ محمود إن الأم قبل ما أنها يعني وقت خلاص بتصير الولادة لازم يعني قبل تفكر في الموضوع إن هاي العينة إذا هي ما خزنت للنفسها أو تبرعت للآخرين إنها بتنرمي العينة فيعني ضروري جدا إنه على الأقل إنه إذا ما كان لها قدرة أو ما عندها أمراض وما لها القدرة للدفع المادي حق هاي العينة إنه يتم التبرع فيه أشان الغير يستفيد منه زي تسمع عيسى تسمع عيسى ولا ما تسمع زي عموان عموان يا جماعة الخير يعني في ختام هذه الحلقة ما أملك إلا أن أتوجه بشكل جزيل للسادة فاطمان عاشمي رئيس شعبة الإدارة والباحث الإكلينيكي بمركز دبي لدام الحبل السري وأيضا أنا أضيف على كلامها عزيزتي الأم وانت حامل خلال أشهر الحمل أخذني معاك ألف درهم إليه نهاية الحمل زين على ساتة نهاية تسعة ألاب درهم مبلغ التخزين ما يكون عائق جدامت السؤالة فيها جماعة الخير وإن شاء الله يا رب التأمين يعني الدراسة هذه يوافقون عليها ويتم تغطيتها ضمن التأمين الصحي عموما وصلنا إلى ختام حلقاتنا على أمل أن نلقاكم إن شاء الله بعد إجازة رأس السنة الهجرية تقبلوا تحياتي محدثكم محمود جوسف العلي خلف الميكروفون وأيضا في التنسيق كانت معنا أشواق مسعد وفي الإخراج عيسى سبيل وختاما نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي